موسيقى تحية طيبة شرف المهنة مصطلح نسمعه كثيرا وربما كان مرادفا لمصطلح آخر هو أخلاقيات المهنة ويعني أن لكل مهنة مجموعة من المبادئ والقيم والأخلاقيات يستند إليها العاملون فيها في تعاملهم مع الذين يلجأون إليهم لكن الحياة تغيرت وطغى العنصر المادي على الكثير من تعاملاتنا وطال التغيير مصطلح شرف المهنة حتى أصبح من أكثر المصطلحات ظبابية البعض يرى أن شرف المهنة ما زال موجودا والبعض الآخر يره شيئا من الماضي يتسع مصطلح شرف المهنة ليشمل جميع المهن الطبيب الذي أقسم يجب أن يراعي ضميره في مهنة الطب فيعالج الناس وخاصة البسطاء منهم بأمانة ويحافظ على أسرار مرضاه ويجب على المحامي أن يدافع عن الحق ويراعي أسرار البيوت ويجب على المعلم أن يعامل جميع طلابه بالطريقة ذاتها ولا يستخدمهم في تحقيق أغراض شخصية أو كوسيلة لتحقيق الربح المادي عن طريق الدروس الخصوصية مثلا ويجب على البائع أن لا يغش زبائنه والعمل هو من أقدس الأشياء التي يقوم بها البشر على وجه هذه الأرض وفيه أصحاب المبادئ الذين يلتزمون بشرف المهنة حقا وأيضا أصحاب الشعارات الذين يتاجرون بشرف المهنة من أجل تحقيق الثروة أو السلطة الفريقان موجودان بيننا في كل مكان لكن للأسف الشديد الفريق الثاني الذي يضرب بشرف المهنة عرض الحائط هو الأكثر انتشار في هذه الأيام باختصار لو كان شرف المهنة يطبق في أروقة الدولة بحذافيره لما وصلنا إلى هذا الحال من البؤس الذي يخيم على الشباب والشيوخ من اليأس الذي سيطر على أدمغة الشباب من الهم الذي بات رفيقا للصغار اليوم في حلقة برنامج عين العلم سوف نتحدث عن شرف المهنة فهل بات شعار من الماضي وفقد مصداقيته أم أنه بات بثوب جديد ورؤية جديدة لدى البعض الملتقى بعد الفاصل شكرا جزيلا سيادة الرئيس سيادة الرئيس ساحة التحرير منذ فترة وهي تشهد بين حين وآخر تظاهرات وافتراش أصحاب هذه الشرائح المتظاهرة يعني يفترشون هذه الأرض هذه ظاهرة يعني وين كانت تظاهر ظاهرة صحية لكن هذه ظاهرة تنذر بخطر نحن نتكلم عن الدفاع عن المؤسسة التشريعية باعتبارها هي ممثلة لهذه الشرائح وكل الشرائح فاليوم أصحاب الشهادات العليا عندما يفترشون هذه الأرض هذه رسالة خطيرة جدا إلى المجتمع أعتقد أن هؤلاء اليوم عندما أي جهة يذهبون إليها يقول لهم تحتاجون إلى تدخل تشريعي وكذلك هذا الموضوع يحتاج إلى استحداث درجات وظيفية وهم لأنهم أقرب باعتبارهم أصحاب شهادات عليا يحملون الماجستير والدكتوراه وكانت لهم بحوث منها اقتصادية سياسية اجتماعية فهم أقرب للواقع وكانوا يعرفون أن سوق العمل ربما لا يستوعب هذه الشهادات لكن عندما يرون أن هناك وهو حق لكل أبناء العراق هناك استحداث لدرجات بالنسبة إلى الجيش والحشد وبالنسبة إلى أصحاب المهن الصحية وكلهم لهم حق لكن يتسائلون هل يجوز ونحن من نقوم بتدريس هذه الفئات لا نتعين وهذه الشرائح تتعين ومن أين أتت بهذه الدرجات الوظيفية فسيادة الرئيس اسمح لي على الأقل أن أخلي مسؤولية مجلس النواب من هذا الموضوع باعتبار أننا أصدرنا هذه القوانين التي تخص هذه الشرائح يعني أقصد أصحاب الشهادات العليا فقد صدر قانون تشغيل حملت الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4447 في 15 خمسة 2017 والمادة داعش من قانون تشغيل حملت الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 تعطي لمجلس الوزراء مسؤولية أصدار تعليمات تنفيذ أحكام هذا القانون وقامت اللجنة أقصد لجنة التعليم العالي مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 1468 و1544 و1762 لغرض أو الاستفتار عن مصير التعليمات لتنفيذ هذا القانون طبعا من ذاك اليوم لهذا اليوم لم تأتينا الإجابة ولم تصدر هذه التعليمات فبالنتيجة سيادة الرئيس نحن نمثل هذه الشرائح وعندما نقوم بإصدار هذه القوانين ناهيك عن قوانين أخرى منها منحط الطلبة ومنحط التلاميذ وكذلك قانون الموازنة اللي خلينا باستحداث الدرجات هذه أدوه هي أصلا ما بها تعليمات والموازنة ما منفذة يعني احنا نصدر القانون لكن ما شنو النتيجة؟ النتيجة أن الحكومة مدى تنفذ هذا القانون مدى تلقي هذا الحال وبالتالي شرائح نفسها ناعمة بالشارع سمارسوا دوركم الرقابي بمتابعة تنفيذ فقرات القوانين اللي احنا نشرحها واستخدام كل الوسائل وصولا إلى استجواب المعطل لتنفيذ القوانين من جديد حياكم الله سادة الأكارم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج العلمي التربوي المجتمعي برنامج عين العلم عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو شرف المهنة بالفاصل اللي ما سمعه و اللي ما فهمه و اللي ما استوعبه يتحدث عن كلام السيدة غيداء كامبش النائب عن محافظة ديالة اللي شاهدت أبناء الأنبار أبناء بغداد أبناء الموصل أبناء كل المحافظات العراقية و من ضمنهم أبناء محافظتها ديالة اللي هي ممثلة عنهم يفترشون الأرض وذول اللي يفترشون الأرض ويلتحفون السماء هذه الجملة اللي دائما رددوها بعض السياسيين لما راحوا على المخيمات أثناء فترة النزوح قبل كان اللي عندنا نازحين اليوم اللي عندنا هم علماء وأصحاب علم وأصحاب شهادات لما يكون عندك مواطن أو طالب أو خريج أو فرد من أفراد المجتمع يحمل شهادة عليا وهذه شهادة غير مستثمرة في أي مرفق من مرافق الدولة ومؤسسات الدولة فأنت لا تتوقع بعد سنة أو سنتين أو عقد من الزمن أنه هذه البلد أو هذه الدولة اللي أنت بيها راح تنهض لأنه من أقسى أنواع الاستعمار أنه الشخص يولى في مكان غير استحقاقة أنه الأغبياء هم اللي يتولون السلطة مع جل احترامنا مجرد مثل ومجرد يعني الأمثال تضرب ولا تقاس بعض الأحيان لما يراد لدولة أن تنهار وتستعمر بطريقة اقتصادية وعلمية وسياسية ليست عسكرية قبل كان الاستعمار بالسلاح اليوم الاستعمار بالقلم الاستعمار بالورقة الاستعمار بالعلم لما تكون أنت دولة متأخرة فحتما أنت دولة مستعمرة لا تجي تقول لي عندي خيرات لا تجي تقول لي عندي ثروات لا تجي تقول لي عندي نفط وموارد اقتصادية وموارد بشرية وموارد جغرافية وما إلى ذلك من هذه الأمور والخيرات اللي تصنف على أنه هي المفروض توزع إلى أفراد المجتمع لكنها لم تصل إلا لجيوب السراق والفاسدين والمفسدين لما تكون أنت مستعمر وصاحب خيرات واللي يتولون السلطة عندك ليسوا بأصحاب شهادات وكل شخص ما مستلم مكانه بصورة صحيحة يعني الرجل المناسب في المكان غير المناسب أو رجل غير المناسب في المكان غير المناسب فأنت دولة مستعمرة حتما لكن الاستعمار هذا رح يدفع ثمنه الأجيال الحالية والعديد من الأجيال اللاحقة يعني في سنة مثلاً 2100 لغاية هذه السنة يجوز العراقي يبقى يدفع الثمن وممو إحنا اللي رح ندفع على أجيالنا أحفادنا وأحفاد أحفادنا لما يكون عندك أصحاب الشهادات العليا يظاهرون حتى يطالبون بشيء بسيط من حقوقهم على أقل يذوقون الثمرة اللي صار لهم أكثر من 25 سنة يدرسون وتعبون بعضهم ماجسير وآخر دبلوم عالي والأخير يحمل شهادة الدكتوراه والغريب الموضوع ما نعرف أنه هذا الشيء مطبق فقط بالعراق لو ببقية الدول إحنا نعرف في بقية الدول كل ما كانت الشهادة أرفع كل ما كان منصبك وتعيينك أسهل كل ما كانت الشهادة أرفع وأعلى قيمة كل ما كنت أنت أكثر قيمة في هذا المجتمع لأنه فرد المجتمع يقيم عن طريق ما يحمل في دماغه من علم من كتب من معلومات من علوم وما إلى ذلك اليوم لما أنت تكون حاصل على شهادة الإعدادية فرصتك بالتعيين للأسف هذه حقيقة فرصتك بالتعيين تكون أسهل وأسرع من اللي يحمل شهادة البكالوريوس واللي عنده شهادة البكالوريوس فرصت أعلى من اللي عنده شهادة الماجستير واللي عنده شهادة الماجستير فرصت أعلى بالتعيين من اللي عنده شهادة الدكتوراه الموضوع تدار بالعكس احنا فاهمين القضيقة بالعكس لا تجي تقول لي موضوع تخصيص مالي انا متأكد اصحاب الشهادات العليا اللي هم الماجستير والدكتوراه اليوم مستعدين مجرد ما يحصلون على تعيين السلمون مخصصات اللي هو عنده شهادة باكالوريوس لكن المهم انه هو يثبت نفسه في هذا المجتمع يحس انه العلم اللي يتعلمه رح يطبق على ارض الواقع اليوم في كل دائرة من دوائر الدولة في كل مرفق من مرافق الدولة العراقية تجد الكثير من الشروط والقوانين والضوابط والتعليمات لكن بالمقابل لا تجد في هذه الضوابط والتعليمات اي حق من الحقوق اللي المفروض ان الواحد يطبقها يعني لما التزم بتعليمات الدولة العراقية ومعلومات التعيين وضوابط التعيين كلتها بالمقابل ما حصل على تعيين وين الاستفادة من الموضوع وين المحصلة من هذا الشيء اليوم انا عندي مشكلة يعني كبيرة تواجه المجتمع العراقي انا من البداية اما انه افتح الكليات اما اسدها وخلص على يا اساس انا اخلي والامر والطالب يبذلون جهد ووقت وغيره وبالتالي ما استثمر هذه الطاقات ما استثمر هذه العقول على يا اساس استنزاف لي العقول استنزاف للموارد استنزاف للثروات استنزاف للاموال وما الى ذلك من هذه الامور اللي الريد نذكرها لكن ارجع واذكر بالفاصل اللي ظهر قبل لحظات ومطالبة سيدة غيدا كنبش بماذا صارنا سنتيا وتقريبا شهرا وكسر سنتيا وشهرا وكسر الامانة العامة لمجلس الوزراء بين قوسيا مغلسة مغلسة على شنو مغلسة على مطلب تشريعي برلماني عراقي مجتمعي مطلب شرعي لكل فرد من افراد المجتمع يحمل شهادة عليا اللي هو شي يقول قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 اللي هو اصلا نشر في الجريدة الرسمية واحنا كلش نعرف انه اي شي ينشر في الجريدة الرسمية اصبح لزاما على دوار تنفيذه اعلان مناقصة مزايدة تشغيل وزارة استثمار شيء اي شي من هذه الامور لما ينشر في الجريدة الرسمية اصبح لزاما على دوار التنفيذية انه تنفذ وكأنه يعني هو اصلا امر ديواني ناتج من امر تشريعي من البرلمان يرفع الى الامانة العامة والامانة العامة المفروض التوافق عليها وينشر في الجريدة الرسمية بامر ديواني اليوم انا عندي المادة يعني هذا القانون بالمناسبة القانون نشر في جريدة الوقاع الرسمية او الجريدة الرسمية العراقية بالعدد اربعة الاف واربعمية وسبعة واربعين ثلاثة اربعات سبعة خليوا حفظوه حملة الشهادات العليا بها تاريخ خمسة خمسة الفين وسبعة واني اليوم ارباطعش سبعة الفين وتساطعش صار لي سنتين وشهرين وكسر شهرين ويومين فاليوم انت لما تجي تحشيلي على دولة عراقية مغلسة على حقوق ابنائها صاري لها سنتين ونص او سنتين وجزء من الاشهر فهذه كارثة هذه مشكلة ياما الخلل بالاعلام اللي مقعد يطالب او مقعد ينقل الصورة ياما الخلل بالحكومة نجي نفصل هذه الامور لثلاثة الشعب العراقي قاعد يطالب ويضظاهر والاعلام العراقي ينقل هذه التظاهرات والمطالبات بالمقابل الدولة العراقية الحلقة الاخيرة ما قاد تنفذ هذا الشي فالمشكلة خلي المشاهد هو يحكم المادة رقم داعش من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم تسعة وخمسين لسنة الفين وسبعة عشر لجنة التعليم البرلمانية قبل سنتيا رفعت ثلاث كتب متواصلة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مصوت عليها البرلمان بالإجماع لأنه ما حد عنده مشكلة من الساسة أو من النواب أنه يرفض موضوع تشغيل حملة الشهادات العليا لا هو مكسب سياسي، له موضوع عادة نازحين، له موضوع اقتصادي له موضوع صفقات ولجان استثمارية وما إلى ذلك لا الموضوع هو خدمة ما رح حضرني إذا رفعت يدي وقلت موافق فلجنة التعليم والبرلمان العراقي قبل أكثر من سنتيا وافق على هذا الموضوع وافق على هذا القانون كان مجرد تشريع قانون شرع تمت الموافق عليه نشر في جريدة الوقاعة الرسمية حوله للأمانة حتى تعمم على الوزارات لأجل تنفيذه ثلاث مرات يعمموا على الوزارات اللي هي التعليم والتربية والصحة والنفط والكهرباء وكل الوزارات العراقية لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مغلسة هذا مو كلامنا، هذا كلام النواب هم دايقولون ناشدنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بثلاث كتب وعدنا عدد تاريخ هذه الكتب اللي هي بوقتها لجنة التعليم البرلمانية قبل سنتيا يعني مو هذه الدورة اللي احنا بيها الدورة اللي قبلها هم مناشدوا واليوم هم أيضا بصدد المناشدة بطلب آخر بالمقابل الأمانة العامة لمجلس الوزراء مغلسة على القضية ما ردت على أي كتاب من هذه الكتب الثلاثة رأي السيد رئيس البرلمان السيد محمد ريكان الحلبوسي بهذه القضية وجه رسالة إلى النواب ما أرسوا دوركم الرقابي اهنانا مربط الفرس أنا اليوم كبرلماني لما أصوت على فدمادة قانونية أو أشرع قانون المفروض أنه شرف المهنة اللي أنا أمتلكها أنه أراقب عملية تنفيذة أنت اليوم ليست فقط جهة تشريعية أنت اليوم جهة رقابية تراقب عمل المؤسسات والدوائر التنفيذية إلما يكون أكو تغليس على قراراتكم فمعناتهم هم ما مقدرين قراراتكم بصراحة ولا تزعلون ولا محترميها ولا مقيمين أنه أكو برلمان ممثل عن الشعب لما يصوت على شيء أصبح لزاما على الدوائر التنفيذية تنفذ فلما لجنة التعليم ترسل كتاب بثلاث نسخ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تعيين حملة الشهادات العليا والأمانة العامة تغلس فمعناتها أنتم قصرين مفقط الأمانة العامة ليش لأنه كان المفروض أنه تتابعون موضوع القرارات والتشريعية التي أنتم شرعتوها اليوم يجب على كل برلماني أن يمارس دور الرقابي ليس فقط التشريعي لخدمة أنفسهم وذاتهم وكتلهم ورواسا كتلهم لا مارسوا دوركم الرقابي خدمة للناس خدمة التي حملت الشهادات العليا اللي اليوم بالشوارع وبالأرصفة محفوظين القيمة والقدر بالشوارع وبالأرصفة هو جوز قبل أشهر أو قبل سنة ناقش بصفة باحث ووجد مشكلة وحصل على تقدير قد يكون امتياز وحصل على شهادة الدكتوراء اللي أغلبكم في داخل قبة البرلمان ما يمتلكها ويحلمون بيها فالموضوع بالعراق تدار بالعكس بصراحة اليوم شرف المهنة يحتم على سادة البرلمانيين أنه لما يشرعون القانون يراقبون عملية تنفيذة حتى لا يصير موضوع اختلاس واستنزاف للموارد والطاقات العلمية والشبابية على كل حال ما ريد نستنزف الوقت أكثر خلونا نركز على أبرز الأحداث والقرارات والأخبار اللي صدرت عن وزارتي التربية والتعليم ضمن فقرة أخبار عين العلم واللي عودناكم عليها في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نبدأ بالخبر الأول واللي يتحدث عن ذات القضية موضوع حملة الشهادات العلية الماجستير والدكتوراه كيف هو حالهم اليوم نتابع هذا الخبر أصحاب الشهادات على أرصفة وشوارع بغداد حيث افترش حملة الشهادات العلية الماجستير والدكتوراه الشارع على الرصيف من أجل المطالبة بحقوقه متوفير الفرص الوظيفية منتقدين النظام الاقتصادي للبلد والوعود الوردية اللي تلقوها خلال سنوات دراستهم هذه هي صور الطلاب أو صور الخريجين بالمعنى الأصح اللي هم يحملون شهادات عليا كل من جاي بفراشة وقرر أنه يعني يخلي على أرصفة وشوارع العاصمة العراقية بغداد أمام المارة وأمام العلن وأمام الرأي العام وأمام كل دول العالم لأنه اليوم اللي يطلعي الظاهر يدري أنه كقنوات فضائية قاعدة تصوره يعني اليوم العالم العربي والخارجي كله قاعد يشوفنا كلهم قاعد يشوفون وضعية طالب الدراسات العليا أو خريج الدراسات العليا بالمعنى الأصح حال العقول بالعراق هو هذا فلا تتفاجأون لما يجيكم أنا أتحدث عن الدول لا تتفاجأون لما يجيك واحد عراقي مهاجر أو لاجئ شاف الضيم والويل ببحر إيجا وغيره بتركيا وهجرة غير شرعية هو يحمل شهادة الدكتوراه لا تتفاجأون لأنه إذا أبقى بالعراق رح يصير هذا حالة حاطف راشة على صيفه بالشارع وياه الرايح وجايبه وعليه ورجال بعض الرجال الأمنيين بعض المنتسبين يضحكون عليهم يقلدون عليهم هو أنت عندك شهادة وهذا حالك وشوفني أنا معجول احترامنا للطرفين لكن اليوم هذه رسالة أحب أوجهها من خلال هذه النقطة الشيء بالشيء يذكر بعض المنتسبين تصرفاتهم ممتازة ومرعين هذا الظروف لكن البعض الآخر ما يعرفون يتعاملون وياه هذه الفئة وياه هذه الشريحة من المجتمع هذه الشريحة لما تستلم دولة يتعامل وياه هذه الدولة وياه مرفق الدولة وياه مؤسسات الدولة بطريقة علمية على أقل يساهم في مخرجك من المأزق الذي أنت به ترى حتى الموضوع العسكري ودخول داعش وبسبب فشل فشل سياسي فشل عسكري فشل أمني إلى آخره ثغرة ليش لأنه اللي كان مستلم زمام السلطة وزمام الأمور كان عنده نقص بموضوع العلوم فاللي يستلم شخص متعلم فاهم يحمل شادع وياه حتما رح يخرجك أنت وأولادك وأحفادك من المأزق اللي قد تواجهها إذا بقى الوضع على ما هو عليه فهذه الرسالة إلى بعض المنتسبين راعوا ظروف الخريجين لا تتعاملون وياهم بقسوة هذول لما فرشوا الأرض ما هددوا الأمن ولا هددوا المجتمع ولا سووا شيء سلبي هذا موضوع حضاري في كل الدول يقام لكن في كل الدول يطالبون في شيء هو يعني إضافي فوق حقوقهم لكن إحنا ما طالبنا إلا بحقوقنا لما يظهر أو يخرج يعني حامل شهادة العليا يطالب بحقه ويرفع لافتات وأكثر التظاهرات حصلت بطريقة صامتة ما تكلموا ولا كلمة ظاهروا بطريقة حضارية رفعوا الشعارات انطونا مطالبنا انطونا حقوقنا وإحنا نرجع لبيوتنا وينتهي الموضوع خلونا إحنا نساهم في بناء هذا البلد هذه كانت الرسالة لا أكثر أما أنت تجي تريد تهددهم تطلق العيارات النارية بحقهم والقنابل المسيلة للدموع فيما لو فكرت تطلقها فهذا الشيء هو سلبي رح يضر بيك قبل لا يضر بيه لأن هم بنات المستقبل بنات هذا البلد اللي هو أساسا متحطم بسبب بعض القادة اللي لا يفقهون من العلم شيئا ننتقل إلى الخبر الآخر واللي هو يتحدث عن جامعات عراقية وآخر قرارات وزارة التعليم بخصوص إضافة الطلبة حيث أكد رئيس جامعة السامرة دكتور صباح اللاوي أن هناك توجيهات من وزارة التعليم بخصوص معالجة موضوع درجات الإضافية وتغيير حالة الطلبة من الرسوب إلى النجاح نشاهد هذه الفيديوهات وأذي اللقاءات أشكر قناة سامر راه هذه القناة الرائدة في عملها على هذا اللقاء وإتعت الفرصة للحديث عن جزء مهم من يعني متطلبات الحياة الجامعية عند الطالب وهي النتائج الحقيقة أن وزارة التعليم العالي متمثلة بمعالي الوزير وجه بأن تجتهد الجامعات ومجالس الجامعات لمعالجة هذه الحالات الحارجة كل حسب احتياجه على أن تغير الحالة من الإكمال إلى النجاح بعد اجتماعنا في مجلس الجامعة ونقل الصورة التي وجه بها معالي الوزير ارتأى مجلس الجامعة بالإجماع أن تعالج جميع الحالات التي تحتاج درجات إضافية غير درجات القرار التي كانت مقرة في مجالس الكليات على اعتبار أن مجالس الكليات لديها الصلاحية بخمس درجات ثم جاءت هذه الفسحة الجديدة للطالب بأن هناك بعض الطلب يحتاج إلى درجة أو درجتين أو ربما خمس درجات إضافية غير القرار للمجلس الكلية أتحنا الفرصة لكل الكليات أن تنفذ ذلك وبفضل الله تعالى كان هناك تغيير لحالات كثيرة جدا نحن كنا وسنبقى على الدوام في خدمة حقيقة طلبتنا بكل ما يتاح لنا من مجال الوزارة حينما تعطينا فسحة في أي مجال من مجالات التي تقدم شيء للطلبة لن نتردد إطلاقا في البحث ورائها وتقديم ما هو فيه الفائدة وتقدم الطالب لمراحل أخرى عبر سنوات دراسته ونسأل الله التوفيق في مسعانة ومساعين القادمة الفضل الله تعالى طبعا نتائج الطلبة فيها هناك تفاوت لكن بالمجمل نتائج الطلبة جيدة كان هناك امتحان تقويمي يعني كان وزاري في بعض الأقسام حققت نتائج مبهرة بصراحة يعني في بعض الأقسام تجاوزت نسبة النجاح 95% هناك بعض الأقسام كانت نسب النجاح تحتاج إعادة النظر وشكلنا اللجان يعني المختصة لدراسة سبب بعض يعني بعض الأقسام هبوط بعض الدرجات وبعض المواد حقيقة لكن بالمقابل هناك مواد أخرى كانت ممتازة بالمجمل نتائج الطلبة مرضية لحد الآن يعني باستلامنا لمهام عملنا وبمعنية الساد العمداء نسعى إلى أن نعالج جميع الإشكالات التي يعاني منها الطلبة على مستوى التدريس والمادة وما إلى ذلك لا سيما وأن أمامنا نظام المقررات التي تسعى الوزارة جاهدة لتنفيذه بكل حذافيري وبكل مهنية عالية في السنة القادمة طبعا اليوم هو توزيع النتائج تعرف الطلاب خاضوا امتحانات وتجاربهم كانت بعض الطلبة صعبة والحمد لله القرار الوزار سيد الوزير الله يحفظه بإضافة خمس درجات أخرى للحالات الحرجة أثمر يعني وحول نتيجة النجاح من متوسط إلى جيد جدا يعني بعض الطلبة فادتهم هذه الخمس درجات الأخرى انتقلوا من حالات الرسوب إلى النجاح الموضوع إيجابي بالنسبة للطلبة لكن موضوعه تأثيره على العملية التعليمية هذه مو أحنا اللي نقيمها أكون مختصين بهذه القضية لكن خلونا نشوف وجهة نظر الطلبة بهذه الإضافة البعض من عندهم متميز كيف كانت وجهة نظرة والبعض الآخر مستفيد من هذه الدرجة والأخير هو غير مستفيد من هذه الإضافة لأنه أصلا هو ما يحتاج هذه الدرجات خلونا نشوف تفاوت العراء بالنسبة للطلبة واللي هما طلبة جامعيون يثنون على قرار إضافة الدرجات الإضافية نتابعا طبعا معظم الطلاب بحاجة إلى هذه الدرجات لأن كنا نعلم أن الظروف اللي مر بها هذه البلد حاجة إلى دفع من قبل الأساتذة وهم أيضا لم يقصروا بأي شيء حول هذا طبعا درجات الحرجة جدا مطلوبة لأن مثل ما تفضلت معظم الطلاب بحاجة إلى هذه الدرجات لأن هذه الدرجات قد تكون يعني سبب نجاحة وسبب عبور إلى مرحلة أخرى تنقذ للطلاب اللي يعانون من ظروف يعني اللي من الزوج واللي أقسام واللي خارج سامرة فالعشر درجات هاي تنقذت عبر مرحلة يعني من الثالث إلى الرابع من الثاني إلى الثالث وهكذا يعني هي قرار سليم ونشكر رئاسة الجامعة على هذا القرار وهذه العشر درجات وإن شاء الله تفيدنا وإحنا ممنونين لهم ونشكرهم جزيل الشكر اليوم تخرجت والحمد لله والشكر اليوم السلامة نتيجتي وناجحة وشكر خاص الرئاسة جامعة السامرة وشكر موصول للأساتذة أكيد إجت بوقتها لأنه يعني هواي من الطلاب محتاجين يعني درجة ودرجتين والحمد لله عدت يعني على خير واستفادوا من عندها الطلاب كلهم أغلب المحافظات اللي اضررت واللي نزحوا أهلها كانت تعاني ولا زالت تعاني من نقص حاد بالمدارس وبعض المناطق كانت الدولة مخططة في قطع أراضي واسعة أنه تبني هذه المدارس لكن اللي أزمة النزوح والمشاكل الأمنية والتطورات العسكرية والأحداث اللي جرت في هذه المحافظات جعلت بعض العوالي اللي أصلا بيوتهم مهدمة بسبب هذه الأحداث العسكرية أنه يسكنون في هذه المناطق وهذه المساحات وهذه الأراضي اللي كانت الدولة قبل داعش مخططة أنه يتبنيها مدارس اليوم الدولة أو المحافظات العراقية رجع وضعها نوعا ما آمن لما قرروا أنه يستغلون هذه المساحات وقطع الأراضي حتى يبنونها مدارس لهذه المحافظة وتسد النقص اللي حاصل في أبنقتها يجيك عنصر أمني خلي نحكيها بصراحة مثل ما قالت السيدة النائبة هو منتسب في سرايا السلام بالمناسبة قبل لا أستكمل القصة أحنا لما نتكلم على عنصر في سرايا السلام مو قصدنا على كل عناصر سرايا السلام نحن نعرف في الجيش العراقي هناك عناصر يعني مسيئة وهناك عناصر يعني تنطي سمعة طيبة إلى الجيش العراقي ككل يعني عجبك بس تلقف وياه وتسولف وياه وتحاوره على كم الأدب والأخلاق اللي يحمله في سرايا السلام نفس الحالة هناك عناصر سيئة وهناك عناصر حسنة ولو خلية قلبت لكن أنا أريد أتحدث لما يجيك عنصر أنا متأكد هذا الشخص هو ما شارك بالعمليات العسكرية لأنه أي شخص شارك بالعمليات العسكرية وساعد على طرد أي تنظيم مسلح أو عنصر مسلح خارج عن القانون سيحافظ على قانون هذا البلد وسيسهم في بناء وتطوره سواء كان بالمدارس بالجامعات بالمختبرات بالمنازل بالشوارع بالطرق بالبنى التحتية في كل شيء سيسهم في بناء أما لما كان هو ماخذ الانتماء للجيش العراقي أو للحجد الشعبي أو لسرايا السلام فقط فخفخ وتباهي ويشير مسدس ويلبس العسكر ويفتر بس العصريات والناس كلها تعرف بهذه القضية فهذا هو العنصر المسيء هذا هو العنصر اللي إذا طقت طلقه بعيده رح تلقى لو ينبطح لو يذب سلاحه والبدل العسكرية المقدسة ويروحين هزم يروحين بيته ها إذا ما طلع خارج العراق ويقول لك أنا مهدد وأني هيج وأني هيج اليوم أكو عناصر مندسة في كل فصيل من الفصائل المسلحة لكن بالمقابل هناك عناصر يعني يعجبك بس تحجيوا إياهم يعجبك بس تقدم لخدمه لأنه أصلا جاي حتى يخدم هذا البلد لولاك العناصر الجيدة في كل شيء في الجيش في الحشد في سرايا السلام في كل فصيل مسلح من فصائل الدولة حتى في الدوائر المدنية تلقى الموظف الصالح والموظف الطالح اليوم أكو عنصر أمني يهدد عملية بناء المدارس بداعي أن هذه العوائل وين راح تروح؟ أكو دولة وأكو حكومة وأكو مؤسسات دولة هي اللي المفروض تهتم بهذه العوائل وين تروح؟ احنا وياك في جزئية لكن ضدك في جزئية أكبر اللي هي أنه أنت توقف وتهدد الحكومتين المحلية والمركزية وتقول والله اللي يقروا بيم هذه المناطق راح يصير الدم للركب خلونا نشوف تصريح السيدة النائبة كيفا فرحان اللي تحدثت عن موضوع أو مشروع بناء مدارس في محافظة صلاح الدين لسد النقص الحاصل في مرافق التعليم والعملية التربوية في صلاح الدين نتابع طبعا الموضوع وقفت لحين إكمال السنة الدراسية لطلاب الأهالي المتجاوزين أيضا لأنه لم تكن هناك تخصيصات مالية لبناء هذه المدارس لذلك فكان هناك إمكانية لتأجيل إجلاء المتجاوزين من الأراضي التي ساكنينهم عليها لكنه بعد انتهاء الفصل الدراسي وانهاء الطلاب لامتحاناتهم فوجئنا بأن هناك منتسب من قبل صراعي السلام قام بتهديد الحكومة المحلية والحكومة التنفيذية في قضاء سامرة بإيقاف أي عمل من أجل إجلاء المتجاوزين طبعا تدخلنا أكيد وتدخلت الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين في هذا الموضوع ونحاول أن لا نجعل أي قوة أمنية تتدخل في هذا الموضوع لأن هذه الأراضي هي أراضي لجميع أبناء قضاء سامرة ولا يجوز التدخل في هكذا موضوع الموضوع مو موضوع أمني موضوع بناء مدارس والناس متجاوزين على هذه الأراضي المفروض أن يرحلون عن هذه الأراضي وإن قدرت الحكومة المحلية لقضاء سامرة أو لمحافظة صلاح الدين تجد مكان بديل لهؤلاء الأهالي كان بها وإذا غير ممكن اليوم لما تكون عندك مساحات واسعة من أجل بناء مدارس لكن بالمقابل ما عندك تخصيص مالي من جهة أخرى أنا عندي عوائل نازحة موجودة في هذه القطع وهذه المساحات الشاسعة عنصر أمني يتحكم بعملية بناء المدارس فالقضية نوعا ما شائكة يحتاج لها تدخل يحتاج لها يعني شلون نزعفة الأزمة قد تحدث في محافظة صلاح الدين خصوصا في هذه المناطق اللي يكون بيها انتشار أمني لبعض العناصر وبعض منتسبي هيئة الحجد الشعبي أو سرايا السلام لكن أنا أريد أن نبه أنه أنا ما عندي تخصيص مالي لبناء هذه المدارس فشنو الغاية لما أنا أطلع العوائل وخلي المناطق أو القطع الأراضي فارغة أرض الله واسعة لما تكون هذه المناطق أو هذه المساحات إلها تخصيص مالي ابديت اللحظة عودين تحركوا وطلعوا هذه العوائل وأبنوا مدارس أما أنه احنا نجي ونطلع هذه العوائل النازحة اللي أصلا بيوتها مهدمة والحكومة مطالبة بتعويضهم حتى يبنون بيوت بديلة حتى يسكنون لأن ذول يحملون الجنسية العراقية روحوا وشوفوا بقية الدول هذه الدول الخليج هذا الإمارات أكو مقولة للشيخ زايد تقول لك من الجريمة من الجريمة لشخص يحمل الجنسية أو الهوية الإماراتية يستأجر في بلده حتى الإيجار زحمه فإحنا ما نريد يابد توفرون بيوت مجانية لا نريد تخططونا للسنوات الخمس القادمة ما نريد الخمسين القادمة لا السنوات الخمس القادمة شعب العراقي والعوالي العراقية النازحة الشون راح تواجه هذه الأزمة اللي هذه العوالي أصلا عندهم أقل عائلة تلقي عندهم اثنين أو ثلاثة المفروض يدامون مدارس طيب أنا جيت وطلعت هذه العوالي لكن بالمقابل ما عندي تخصيص مالي يعني شنو؟ يعني هذه القطع الأراضي راح تبقى فارغة ما راح تنبني لا هي انبنت مدارس ولا هي بقت بيها العوالي حتى تسكنوا نوعا ما تحس بالاستقرار والأمن ننتقل إلى الخبر الآخر واللي يتحدث عن نفس القضية تقريبا بصلاح الدين معاناة المدارس لا تنتهي ومطالبات بتحسينها نتابع اثنين المدارس عندنا مزدحمة كلش اريد اسراع بينجاز المدارس اللي يبدوا بيها لأن المدارس هنا تستغل شفتين أو ثلاث شفتات ومزدحمة كلش دوام ثنائي أو دوام ثلاثي فريد اسراع بالمدارس وإكمال الكادر يعني مدرسة بها دوام ثنائي ثلاثي ورباعي في بعض المدارس شلون يقدر المعلم أو المدرس يضبط إيقاع الصف شلون يقدر يسيطر على الطلاب هو عنده ثلاثين دقيقة أو خمسة وأربعين دقيقة ولو أعتقد ما توصل الأربعين أصلا لأنه إذا كان الدوام ثلاثي فأنت عندك ثلاث شفتات الشفت الأول ساعتين ونص والشفت الثاني ساعتين ونص والثالث ساعتين ونص إذا مو ساعتين اللي راح يصير وقت ساعة الثنتين الظهر أو قبل هذا الوقت بقليل يعني الدنيا حارة لا المعلم ولا الطالب ولا مدير المدرسة يوقف في هذه المدرسة لربع ساعة إضافية لأنه المدارس ببساطة ما بيها كهرباء أغلب المدارس مو كلها فأنت عندك ساعتين ونص وعندك خمس دروس شلون راح تقدر توفر أو تضبط إيقاع الصف لكل صف بأكثر من خمسة وثلاثين طالب إذا مو أكثر من هذا العدد بكثير مو بقليل يضبط إيقاع الصف وينطل اللي عليها أو الأمانة اللي يأديها ويحافظ على شرف المهنة اللي هو يأديها أو اللي يعمل بيها ويأدي الأمانة اللي هو مكلف بيها حتى يخلص المنهج لأنه بعض المدارس أو بعض الصفوف عدي منتهية وزارية يعني الامتحانات ما تقبل غلط من الجلد إلى الجلد هذا الكتاب فأنت شلون راح يقدر يسيطر ولهذا لا تتفاجأوا لما تجي نسب النجاح متدنية لما يكون العراق خارج التصنيف لمجانية التعليم أو لتطوير التعليم أو الحداثة في التعليم واستخدام التكنولوجيا في العملية والمسيرة التعليمية لا تتفاجأون لأنه المعطيات اللي موجودة والأمور اللي متوفرة على الساحة العراقية هي هذه فاللي راح يدفع الثمن هو هذا الجيل الحالي والأجيال تقريبا جيليا أو عشرين سنة فيما بعد إذا بقنا على نفس الحالة ننتقل إلى الخبر الآخر وهو الكارثة لما أنت محاضر وتأدي خدمة إلى الدولة العراقية وتسد النقص في مدرسة في أي محافظة من المحافظات العراقية نحن ندري ونعرف أنه المحاضرين اليوم في كل المحافظات لا تجي تقول لي هذه محافظات متضررة وديكي محافظات فقيرة وديكي محافظات ما لها تخصيص كل المحافظات اليوم بكل مدارسها بكل مناطقها عندهم محاضرين مجانيين وذول المحاضرين المجانيين أنا جازم أنه يأدي وظيفته مع جل الاحترام للأصيل المتعين الموظف الأصيل لكن يأدي مهام وظيفته أكثر دقة من اللي متعين صار لأسنين ليش؟ لأنه يقول له كان يريد أثبت نفسي هذا المتعين يقول له كاني ما عندي شيء أخسر سواء درست ما درست أديت الأمانة ما أديت الأمانة أنا حاط راتبي بجيه بي لكن المحاضر المتبرع المتطوع اليوم أنا عندي في جامعة الأنبار وفي جامعات عراقية طلاب وخريجين يعملون بعضهم في الأقسام الداخلية بنات ولد طوعا صار لهم أشهر ما مستلمين مستحقاتهم ويوعدون بالتعين والحد الآن ماكو وعندي بالأسماء وعندي قوائم بهذه الأسماء ودائما تجينا مناشدات على إيميل الخاص وعلى موقع البرنامج يطالبون بطرح هذه المشكلة ونحاول نأجلها نقول أسى ولعل تنحل مشكلتهم لكن لغاية الآن واليوم 14 سبعة وعيد تموز العطلة اللي انطاتها الحكومة العراقية بمناسبة 14 تموز ولغاية الآن صار لهم سنين يدامون طوعا وتبرعا ومحاضرين مجانيين ما استلموا لا هم استلموا مستحقاتهم ولا هم اللي تعينوا أو ولا هم اللي تأملوا بالتعين أو التثبيت فاليوم عندي محاضرون يعني ما عندهم ثقة لا بالتربية ولا بالحكومة ولا عندهم مخصصات وفوقها هو يصرف على الكادر زملاء خلونا نشوف هذا الفيديو دينار لا مفلسة احنا نتوحن ما اوك اي مجاني خلاص ما اوك ولا دينار يعني ما صرفوا ابد ولا دينار نطالب صرفها يجور ما عارفش قد مليون ما عارفها قال يصرفون يصرفون ياه اليوم على الباشر وما اوك وهذا الامر اضعف المحاضر ثقة المحاضر بالتربية لان ما صرفوا كل السنة ولا دينار السنة الجاي الشرح يدوم المحاضر الشاب هو مرتي يكون نفسه ويكمل الجامعة ما اوك شي انه بيجي محاضر يكمل ما اوك شي لازم يتجهون الى السوق ويقول الحال حتى يكون باختصار شديد وحتى ما طول عليكم المحاضرين اللي ادوا بالسنوات اللي مضت والمتطوعين واللي هم يشتغلون مجانا خدمة للدولة العراقية او خدمة للمجتمع العراقي كانوا يأدون لانه كان عدهم امل انه يتعينون كانت عدهم نوعا ما ثقة بالحكومة وبالتربية وبالتعليم العالي اليوم فقد هذا الامل فقدت هذه الثقة فخلي الحكومة العراقية تستعد للازمة اللي جاية لانه ببساطة انت عندش ازمة في عملية توزيع الموظفين عندي بطالة مقنعة اني متأكد اليوم اكثر من 10 و 15 بالمية من الموظفين العراقين هم قاعدين لا شغل ولا عمل هذولي هم البطالة المقنعة يا اما اشغلهم يا اما استعدي للازمة جاية لانه ببساطة المحاضرين المجانيين ما رح يبقون مجانيين وما رح يرجعون يداومون بلاش وما رح يسدون لشي نقص لا بالمدارس ولا بالجامعات ولا بالمراقبات ولا بغيرها فاستعدي لازمة قادمة العام الدراسي القادم الوزارات تدري بهذه القضية لو ما تدري ننتقل للخبر اللاحق واللي هو الخبر الاخير في فقرة اخبار عين العلم الخبر السابع لا اقرار لبحوث طلبة الدراسات العليا تحديدا الدكتوراه الا بعد اتفاق وعقد مع مؤسسات الدولة نتابع هذا الخبر اكدت وزارة التعليم العالي عدم اقرار بحوث طلبة الدراسات العليا الا بعقد مع احدى مؤسسات الدولة وبصرف النظر عن المبلغ وذلك من اجل توجيه طلبة الدراسات العليا الدكتوراه ومشرفيهم بالاعتماد على مشاريع لحل مشاكل تخص الدولة العراقية ووزاراتها اثناء اقرار وانجاز مشاريع الطلبة وكما هو موضح في الكتاب هذا هذا الكتاب الرسم الصادر امامكم واللي هو من وزارة التعليم دائرة البحث والتطوير ماكو اقرار لبحث طالب دراسات عليا تحديدا الدكتوراه البعض يسأل يقول الماجستير لا الماجستير لحد الان ما مشمول انا عندي طلب الدكتوراه اللي هم التخصص الدقيق انا عندي مشاكل مجتمعية واجب عليكم ان تحلوها لكن انا اريد اوجه فد رسالة بالله ليش هو اكو بحث تم او تم اجراءه او اشتغلوه طلاب والخريجين العراقيين حملت شهادات العلية الدكتوراه حتى الماجستير ليش هو اكو بحث ما ناقش مشكلة طيب الدولة ما قدرت التعب نفسها وترجع على المشاكل المجتمعية وتقارنها ويا البحوث احنا ندري انه كل بحث يدخل بالحاسبة الاليكترونية من باب كشف الاستلال وغيرها وكل بحث الى عنوان يعالج مشكلة معينة والمشكلة اللي يعالج هذا البحث الدولة ما تعتمدها ما تعتمد هذا البحث تروح تخليه بالمكتبة ياكله التراب وتاكله الأرض تروح تستورد من شركات أجنبية بملايين الدولارات وايدي عاملة وغيرها وهذا البحث مدروس بالعراق ولاقين المشكلة لكن ببساطة الدولة ما عندها ثقة بعقول أبنائها مع العلم عقول أبنائها إذا تهاجر إلى أقرب دولة هذه مو سوريا قريبة في وقت الخير لما يروحون إلى سوريا كانت تحتضنهم الدولة الجمهورية العربية السورية وتنمي عقولهم بعد أكثر وتستثمرهم طيب مو هذه العقول الشبابية هذه البحوث اللي هي أصلا تناقش مشاكل هي موجودة على رفوف للسنوات اللي مضت ليش ما طلعتوها وفعلتوها وطبقتوها على أرض الواقع بدل ما تكون عبارة عن أوراق ماكلتها الأرض وماكلها التراب أحنا نقول بالسنوات الجاية رح تنحل لكن ارجعوا على البحوث القديمة هي أيضا علاج لكثير من المشاكل ألتقيكم بعد الفاصل هذه حفلة التخرج كلية الطب بالجزائر مو يمنة أحنا حفلات التخرج عندنا ذا طابع مختلف بصراحة يعني وهذه أماتي أنا استغلها حتى نوجه رسالة حفلات التخرج نتمنى بالعام القادم تكون تحاكي اللي قاعد يعيشها المجتمع العراقي تكون أنه أنت وعدكم مهنة رح تتحلون بشرفها رح تأدون شرف المهنة رح تمرسون أخلاقيات المهنة المحامي يمارس أخلاقيات مهنة الطبيب يمارس أخلاقيات مهنة غير من الخريجين يمارسون أخلاقيات مهناتهم فلما أنت تشوف دولة عربية يعني طلابها يتخرجون بهذا القدر من الاحترام والوقار والاحترام لشهادتهم اللي يحملوها حقيقة تفرح تقول أكو أمل بالعالم العربي لكن نتمنى بالعراق بالجامعات العراقية يتركون موضوع الحفلات التنكرية وغيرها اللي ما خلت إلا بمواقع التواصل اجتماعي صاروا أضحوك في الداخل وأضحوك للعالم العربي بالخارج لما يقول لك شوف الخريج العراقي يحمل شهادة للبعض من الجامعات والبعض من الكليات لا والله البعض يعني استغلوا الحفلات التخرج اللي شيء ملموس يحاكي المجتمع العراقي ونقلوا رسالة إيجابية جدا ونحن نشد على أيدهم ونتمنى أنه تتكرر هذه الحالات لكن أنا أتحدث عن بعض الحفلات التنكرية اللي اتخذتها بعض الجامعات العراقية لطلابها لما تخرجوا يعني مشاهد جدا مؤسفة لكن نتمنى أنه يعني يقلدون بقية الدول كيف أنه لما يتخرجون ينقلون رسالة حتى في حفلة تخرجهم اليوم عنوان حلقتنا وجزء الأخير من عنوان حلقة برنامج عين العلم اللي هو شرف المهنة خدمة بغداد شرف لنا تقرير عددنا يا زمين عدي الحسني من بغداد يتحدث عن عملية خدمة العملية التربوية في بغداد وخدمة المسيرة الخدمية في العاصمة البغداد هو منتقاص من الذات لما أنت تقدم خدمة إلى بلدك أو إلى وطنك أو إلى أرضك لا هو شرف إلك وشرف للمجتمع لانت قاعد تمثلا نتابع هذا التقرير وبعد راجعيكم خدمة بغداد شرف لنا حملة أطلقتها محافظة بغداد مع مديريات التربية في العاصمة لأعدة تأهيل وإعمار المدارس في عموم المحافظة وتشهيد أكثر من 160 مدرسة للحد من الزخم الذي تشهده المدارس المكتظة بالطلاب نعلن وعلى بركة الله وتأكيدا لقيم المسؤولية الحق وشرف المواطنة وهوية الأخيرين والشرفاء وتجسيدا صادقا لأمانة المسؤولية التي في أعناقنا تجاه أهلنا في بغداد وتنفيذا مخلصا للعهد الذي قطعناه على أنفسنا وللسيد محافظ بغداد في تقديم الخدمة الأفضل والجهد الأرقى وتواصلا مع الحملة الوطنية الكبرى التي أطلقها بكل ثقة واقتدار محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائر المحترم للنهوض بالواقع التربوي والخدمي والصحي وتحت شعار خدمة بغداد شرف لنا التشييد الجديد أو إضافة منها هذا من صلاحية المحافظة يعني المحافظة لا ترمم وإنما تشيد المديريات ترمم ولا تشيد لذلك الموضوع يعني فيه جزئيات اليوم محافظة بغداد لديها خطة جيدة بالأموال التي وصلت إليها يعني ستبدأ بإنشاء مدارس جديدة وأيضا المديريات يعني نحن في الرصافة الثانية بدأنا هذه خطة الترميم منذ أكثر من شهرين الحملة شملت أيضا ملف التعينات وتأتي لإنصاف المحاضرين وأصحاب العقود بتثبيتهم بعد عناء طويلة حيث سيتم إضافة النقاط لهم ومن خلالها سيتم اختيار المثبتين على الملاك الدائم من خلال محافظة بغداد فيما يخص التعينات والحقيقة يعني سيد المحافظ فاتح الجهات المعنية والجهات التنسيقية بتوحيد آلية وضوابط المتقدمين للتعينات احنا كمديريات تربية دخلنا كل المعلومات للمتقدمين وننتظر باليوم اللي تجينا التعليمات موحدة كانت أكو بعض الخلافات فيما يخص الدرجات اللي تعطى للمحاضرين المجانة المحافظة أو مجلس المحافظة كان يلطي عشر درجات إلى المحاضرين يعني حتى نرفع من رصيدهم فيما يخص القبول كان يكون خلافة الحمد لله يعني اللجنة التنسيقية اللي كانت أيضا في لجنة تربية وتعليم بإذن الله من تجينا التعليمات احنا خلال تتيام رح نعلن النتائج بإذن الله ومن أهم المحاور التي شهدتها الحملة مناقشة موضوع الامتحانات من خلال اتباع آلية لتحديد المراكز النموذجية والحد من المشاكل التي تعاني منها الكوادر التدريسي والطلاب بالختامة أنا عندي فات كلمة تعقيبا على كلام أحد المسؤولين في مجلس محافظة بغداد وفي حكومة بغداد المحلية ذكر أنه الوزارات تشيد ولا ترمم وأكد أنه المديريات ترمم ولا تشيد يعني الموضوع بالعكس لكن اللي قاعد نشوفه على أرض الواقع نعم أكو وزارات قاعد تبني لكن البناء ليس بالمستوى المطلوب لكن اللي قاعد نشوفه على أرض الواقع هو أن المواطن العراقي المتبرع هو نفسه يشيد ويرمم بالمدارس وروح يشوفوا أغلب المدارس العراقية شلون المتبرعين وأولياء الأمور هم قاعد يبنون هم قاعد يشيدون هم قاعد يرممون ألتقيكم بالحلقة الجاية وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة